على وقع هذه الأصوات ينادي البائع المتجول للغاز المنزلي بمبلغ زهيد لا يتجاوز الـ 500 إلى 700 ريال للإسطوانة حتى أن البعض كان يتهجم عليه بذريعة الإسعاج لكن اليوم وبعد عشر سنوات عجف هكذا بات حال اليمنيين من صنعاء إلى عدن صور تجسد المعاناة وطوابر تحكي عن واقع مر ومعيشة أمر فالعالم تخلى عن هذا الشعب المنكوب إنسانيا وتحولت حياته إلى أسراب طويلة المدى من أجل البقاء على قيد الحياة يلتحفون أرصفة الشوارع ليس من الفقر والعوز بل مما هو أمر منهما الاحتكار الذي تمارسه سلطات أمر واقع لا ترحم فالجميع بلا استثناء من من هو بحاجة إلى استوانة غاز منزلية ينتظر من يومين إلى ثلاثة أيام مكرهن ولا سبيل له سوى الاستفاف في ضوابير طويلة لم يحدها من قبل هنا تظهر سوق سوداء منتشر على امتداد شوارع صنعاء أسعارها أسود من قتامة أصحابها الذين باعوا ضمائرهم وأدخلوا المواطنين البصداء غرف الإنعاش لينتصروا لعائلاتهم بالثراء والترف وللشعب الجوع والفقر والأمراض تقرير حديث لمنظمة تقييم القدرات كشف عن أرباح ميليشيا الحوثي من بيع الغاز المنزلي والتي وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال سنويا 75 شاحنة تغادر من صافر يوميا كما تفيد التقارير الحكومية كل منها تحمل 2200 استوانة غاز بإجمالية 165000 استوانة 70% منها ينقل إلى المناطق التي تصيدر عليها ميليشيات الحوثية ووصل سعر الاستوانة الرسمي إلى 4600 ريال لكنها بفعل التضارب بين المحطات الحديثة التابعة للقيادات الحوثية وصلت إلى أضعاف مضاعفة تصل أرباح الميليشيا منها إلى أكثر من 127 مليون ريال يوميا الأمل الذي كان يراود الجميع في انفراج الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر يبدو أنه قد تلاشى بفعل الواقع المر في مناطق الحوثية والوضع ينذر بصخض شعبي قد ينتهي بخروج يطالب برحيل ميليشيات الحوث الكهنوتية عن حياة اليمانيين دون رجعة بعد أن تجاوز سعر استوانة الغاز 25000 ريال والكيس القمح 20000 ريال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر